مرحبا بكم سيداتي وسادتي على قناتكم قناة الجسور اليوم عندنا الحلقة الثانية من كتاب بس قبل أن أدخل بالكتاب كنت أريد أن أقول لي عزيزنا أبا الحكم تقوم بالسلامة لأنه عند مشاكل صحية بسيطة ويمكن يجينا إذا حس بحالة أفضل يعني ممكن يجينا بعدين وشكرا لكم وشكرا لبلاكي أو اللي ساعدنا على تواجد معنا وحلنا إشكال التقني وكذلك شكرا للموجودين على الشات اللي يوم من زمان وناطريننا أعتقد من الأفضل أن نبدأ الآن لنرى طبعا كتابنا هو الدماغ وكل مخادع الدليل العلمي لمهارات التفكير النقدي للبروفيسور والطبيب ستيفن نوفيلا من جامعة ييل وهذا هو الفصل الثاني ويختص بعلم الأعصاب والإيمان يبدأ الفصل بتعريف الكاتب ستيفن نوفيلا بالسيد آرثر كونون دويل مؤلف سلسلة قصص التحري شارلوك هورمز الشهيرة طبعا الكثير منكم خصوصا هذولين اللي كانوا في وقتي أنا يعرفون من هو شارلوك هورمز واكتشولي إحنا تربينا على قصص شارلوك هورمز وعجبتنا طبعا طريقة التحري مارتة اللي كانت دائما مبنية على الذكاء التقافي فيبين كيف أن تلك الشخصية أي شخصية شارلوك هورمز تميزت بالعقلانية وفهم جليل المنطق والتفكير النقدي مع أن مخترع هذه الشخصية أي آرثر كونون دويل نفسه كان منغمسا وإلى الركب بالمعتقدات الروحانية فهو كان قد اشتهر بإيمانياته وبصورة قاطعة اللي يسمونهم الميديم أو الوسطاء الروحانين أو مثل ما نقول إحنا اللي يستحطرون الأرواح من الذين كانوا منتشرين أنا ذلك بالك في ذلك الزمان يعني كان إيمانه لا يقبل الجدل لدرجة أنه أصبح سبب النزاع الدائم بينه وبين صديقه الحميم الساحر المشهور هوديني هوديني من الناحية الأخرى كان عقلاني وهو قضى جل حياته بتقديم عروض سحرية لتعريت مزاعم الوسطاء الروحانيين يعني مثل اليوم اللي يعرفونه ذلك لأنه كان يعلم أنهم يستخدمون نفس الخدع السحرية من خلفة اليد والإيحاء وغيرها من التي كان هو يستخدمها لتقديم العروض الترفيهية ليس بالك وحسب بل تطور النزاع والاختلاف بين دويل وهوديني وانتهت صداقتهما بسبب ذلك وبن القصص الشهيرة التي دافع عنها دويل وبشدة كانت قصة جنيات أو ما يسمى بالكوتينجلي والقصة حدثت في إنجلترا بسنة 1917 وكانت بطلتها فتاتين هما أل سي رايت وفرانسيس غريفتس هاتان الفتاتان ادعيتا بأن هناك جنيات صغيرات ذات أجنحة يزورانهما في حديقتهما في قرية كوتينجلي ولتحبيك القصة أكثر قامت الفتاتان بنشر صور لهما مع الجنيات في بعض الجرائد وتبين لاحقا أن الصور كانت بفبركة وهي عبارة عن قصاصات ورقية تم قطعها من كتب وتم تعليقها على دعامات فبدت وكأنها تطير حول الفتاتين والأمر المضحك أن هذا الدليل الواهي كان كافيا لخداع سير أرثر كونان دويل مؤلف كتب شارلوك هولمز الآن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا يصدق الناس مثل هذه القصص؟ بل كيف بالإمكان أن يقع شخص بمثل مؤلف قصص شارلوك هولمز الشهيرة ضحية لخداع طفولي كهذا؟ وهذا ما سيقوم الكاتب بعرضه في هذه المحاضرة فيبدأ بقوله أن أدمغتنا مكائن إيمانية لا لم تسمع خطأ هذا بالضبط ما قاله فنحن لدينا دوافع طبيعية للإيمان أي ولدنا هكذا نؤمن وبالذات بالأشياء التي نرغب أن نؤمن أو نعتقد بها وكيف ذلك؟ هذا أيضا ما سيقوم الكاتب بتقيمه بهذا الفصل من خلال عرضه للدوافع أو الرغبات البشرية التي تقودنا بالنهاية للاعتقاد أو للإيمان وكذلك للدوافع التي تقودنا للاعتقاد بأشياء معينة دون غيرها والهدف من هذا كله هو أن نصبح بعد فهم دوافعنا البشرية قادرين على أن نزيل أو على الأقل أن نخفف من تأثير هذه الدوافع التي تعيق تفكيرنا السوي هنا يبدأ الكاتب بالقول بأننا بإمكاننا في الواقع أن نقول أن الوضع الطبيعي أو ما نسميه الديفولت لسايكولوجية البشر هو ما يتم تسميته علمياً بالسبيل الأقل مقاومة the least resistant way والذي يعني الطريقة الطبيعية لتفكيرنا وتصرفاتنا دون أن نبذل جهد خاص للتصرف بصورة مغايرة والديفولت بالبشر هو أن نصل لإعتقاداتنا المعتمدة وبصورة كبيرة على أسباب عاطفية وبعد ذلك نقوم بتوظيف هذه الأسباب لتبرير هذه الاعتقادات عوضاً عن تطوير الأسباب التي قادتنا بالمقام الأول للوصول لهذه الاعتقادات وهذا بكل بساطة يعني أننا وبصورة ملحوظة عبيد لعواطفنا أنسبحنا طبعاً لأنفسنا أن نكون كذلك ولذا فمن المفيد أن نحاول فهم العلاقات بين الإيمانيات والدوافع والمنطق في سياق علم التشريح العصبي لفهم وهو هذا بالضبط هو تخصصه تخصص هذا الدكتور لفهم كيف تكون أدمغتنا مترتبة كيف هو ترتيب أدمغتنا التطوري فحسب علم التطور أدمغتنا هو بصورة حرفية عبارة عن أدمغة داخل أدمغة داخل أدمغة أخرى فدماغ الزواحف موجود في داخل دماغ التدييات والذي بدوره في داخل موجود في داخل دماغ القرد العليا وهذا الأخير بداخل دماغ الإنسان إذن والحالة هذه سيكون الجزء الذي تطور حديثاً والقشرة الدماغية الحديثة أو الفصل الجبهي الخاص بالإنسان دون غيرها وهذا الجزء بإمكانه أن يطور ويتحكم في كل الأدمغة السابقة بالتسلسل الهرمي المذكور ابتداء من الأجزاء الأكثر بدائية ونهاية بجذع الدماغ أي بتلك الأجزاء ذات الوظائف البدائية مثل التنفس وعمل الأشياء الأساسية من مثل المحافظة على التوازن عند المشي ومروراً بالعواطف الأكثر تطوراً ورقياً ووصولاً بقابليتنا للتفتير والتحليل وعقلنة الأمور والتي هي بالقمة الأعلى للتسلسل الهرمي التطوري إلى هنا والأمر جيد لكن هناك مشكلة عويصة فمعظم قدراتنا الإدراكية تحدث وبصورة لا واعية بالأجزاء الأكثر بدائية في الدماغ وهي الأجزاء المرتبطة بالعواطف وهذه العواطف تدفعنا لعمل القرارات المستعجلة والتي في غالبيتها قرارات تكيفية مع البيئة أثناء عملية التطور وهذه العواطف تحوي أشياء مثل الخوف الشهوة الجنسية الجوع القلق الإشمعزاز السعادة والحزن وهي كلها استراتيجيات تطورية تكيفية فهذه العواطف تكسبنا شيء مثل الآلة الحاسبة التطورية تكسبنا التصرفات مباشرة لدوافعنا أو نحن نقول عنها ردات أفعال فعلى سبيل المثال من الأسهل والأكثر فعالية أن نشعر بالإشمعزاز مثلاً من أشياء معينة من مثل مادة كيميائية تصدر روائح معينة كطعام متعفن فنشعر بالإشمعزاز ولا ننتظر مثلاً لنحسب المخاطر في أكل هذه الطعام العفن وماذا سيصيبنا من الأمراض وهكذا حتى نقف عن أكله أو إذا واجهنا بخطر مثل حيوان مفترس مثلاً فنحن لا نحتاج أن نحسب المخاطرة في مواجهة هذا الحيوان أو الهرب منه نحن ببساطة يغمرنا شعور بالخوف ومن ثم يأتي رد الفعل مناسباً لهذه العاطفة أو هذا الشعور عالم النفس إبراهام هيرالد ماسلو كانت له محاولات لتصنيف الاحتياجات العاطفية المختلفة للبشر وهذا التصنيف المعروف باسم التسلسل الهرمي لاحتياجات ماسلو يشمل بالإضافة إلى العوامل الرئيسية التي قام الكاتب بذكرها أعلى من مثل الخوف والجوع والسعادة وغيرها على احتياجات نفسية أخرى أعلى بالدرجة في التسلسل الهرمي هذه الاحتياجات تشمل الرغبة بأن نشعر بالأمان وبأن نكون محبوبين من قبل الآخرين وأن يكون لدينا ثقة بالذات بالإضافة إلى مجموعة الأخرى من الاحتياجات العاطفية التي شملها ماسلو باحتياجات سماها تحقيق الذات هناك بعض الإنعكاسات لتصنيف ماسلو حسب الكاتب على علم التشريح الخاص بالجهاز العصبي فكما قال الكاتب فهناك تسلسل هرمي أيضاً بهذا العلم أي بعلم التشريح يكون من الأجزاء الأكثر تطوراً بأدبغتنا بأعلى الهرم إلى الأكثر بدائية وهي تلك التي تفعل احتياجاتنا الأساسية كدماغ الزواحف البدائي الذي يفعل الجوع في أسفل الهرم ولكن فقط القشرة الدماغية الأكثر تطوراً من باقي الأجزاء باستطاعتها تفعيل الحاجة لتحقيق الذات أي أننا حسب الأدماغة الموجودة في رأسنا الأكثر بدائية تقوم بعمل لنفرض الخوف مثلاً أما حتى نعمل كراشنل أو إنسان بمستوى الإنسان التبكير الإنساني فنحن يجب أن نشغل القشرة الدماغية وقد يكون صحيحاً نظرة علم النفس الحديدة بأن تصنيف ماسلو لا يعد تسلسلاً هرمياً حقيقياً للاحتياجات البشرية هذا طبعاً رأي الكاتب أي أنه لا يشترط بتلبية أحد الاحتياجات قبل أخرى لكن مع ذلك فهو تصنيف جيد يعكس حسب اعتقاد الكاتب طبعاً أنواع مختلفة من الاحتياجات البشرية وهناك أمر آخر فنحن نعلم أنه عندما نلبي احتياجاتنا النفسية فدماغنا يكافئنا بالثواب أي يجعلنا نشعر بالسرور وهذه عاطفة أخرى وهناك نظام أساسي للثواب والعقاب متأصل في بنية أدمغتنا فعندما نعمل شيء ربما لم يكن له فائدة تطورية فنحن نشعر بالسوء حيال ذلك وعندما نفعل شيء كان له فائدة تطورية نشعر بالسعادة فنحصل على جرعة من الدوفامين من مركز الثواب فيغمرنا بالرضى من تصرفنا فما هي هذه الاحتياجات وما هي دوافع هذه الاحتياجات أحد هذه الاحتياجات هو الرغبة في التحكم أو على الأقل أن يكون لدينا هذا التوهم أو الإحساس بأننا متحكبون في بيئتنا فنحن لا نحب أن نشعر وكأننا ضحايا عالم غريب ومتقلب الأطوار أو أن نكون عاجزين أمام قوة مجهولة أو حتى عشوائية نحن نحب أن نعتقد أن لدينا بعض القوة للتحكم بأنفسنا أو بما يحيطنا من أحداث أو على بيئتنا وأحد مظاهر هذه الرغبة بالتحكم هو الاعتقاد بالخرافة فنحن نميل إلى تطوير اعتقادات بأننا انقمنا بطقوس معينة فهذا سيحمينا بطريقة أو أخرى أو قد يحسن من أداؤنا أو يرسم لنا النجاح والبشر بالفعل لديهم هذه القدرة في خلق هذه الاعتقادات فعلى سبيل البثل هناك الكثيرين من نجوم الرياضة المشهورين بهذه الاعتقادات فقد يلبس أحدهم مثلاً لباس معين لأنه يعتقد أن ذلك سيرجع عليه بالخير في اللعبة ومع أن هذا لا يختلف عن الاعتقاد بالسحر لكنه مع ذلك يزودنا بالتوهم في أننا نملك التحكم فيما هو بالواقع حادث أشوائي في الواقع كنت أهرف أنا أحد الفرسان أحد من هما كانوا فارس يعني يروح للتورنمينس فكان اليوم اللي فيه تورنمت ما نشوفه كان يختبئ وعنده طقوسة الخاص في يقوم بها قبل أن يذهب بالتورنمت وهناك دراسة نفسية قام بها قام بها واتستون وآخرون حيث قاموا بالاستفاضة في هذا المجال فعرضوا كيف أن الشعور بالعجز يزيد ويقوي قابلت قبليتنا الطبيعية في التعرف على الأنماط الأشكال يقوي من ميلنا لرؤية وخلق معلومات وهمية في بيانات عشوائية فيسهل علينا التحكم بها وهذا ما سيقوم الكاتب بشرحه بالتفصيل في محاضرات مستقبلية وأعتقد أنه أنا تكلمت عنها أيضا في الماضي اللي هي نشوف الأشكال في السحاب أو في أشياء ثانية لكن هذه رح نرجع لها وقت لما تصير المحاضرة وباستفاضة ومن الاحتياجات البشرية الأخرى هي الرغبة في التبسيط ما نحب المعقد وهذا الموضوع من السهل فهمه فكلما كانت الأمور أبسط كلما سهل علينا السيطرة عليها وبالتأكيد فنحن لا نحب الإحساس بالعجز أمام بيئتنا وأمام المهام التي نتكفل بها وأمام الأحداث التي تحصل بالعالم ولذلك نلجأ للإفراط بتبسيط الأحداث التي تواجهنا ومن أجل ذلك نقوم بالتصنيف واللجوء للنمطية لأن هذا يمكننا من اختزال مجموعة بيانات معقدة جدا وبوتقتها في بعض القوانين البسيطة وقد يكون هذا مفيد ويمكن تكييف معه إذا كان هذا القانون مجرد أمر تخطيطي يعني إحنا خططنا أن نعمله أي إن كان الإفراط في التبسيط مقصود لتبسيط ما هو في الواقع أكثر تحقيدا لكن عندما نقوم بتقبل هذا الإفراط في التبسيط ونتخذه كقاعدة لرسم النموذج المبصف للواقع أو حسبنا أنه يمثل الواقع بكل تأكيد فهذا قد يقودنا لأمور غير محمودة من مثل التعصب الأعمى وخصوصا عندما نقوقع مجموعة كاملة من البشر في بوتقة واحدة ونفترض أن جميع أفراده يشتركون بذات الصفات بدلا من تفاهم الاختلافات الفردية بينهم والتحقيدات الموجودة بين حتى الجماعات التي تحمل ذات الهوية ولتوضيح هذا الأمر يقوم الكاتب بتقديم مثال للقياس من صميم عمله كطبيب فيما يخص أمل التشخيص للمرض فيقول نحن ممكن أن نلجأ للإجابة الأسهل لمجموعة مؤشرات أو أعراض مرضية أو مشاكل معقدة من التي واجهنا بها المريض وهذا قد يدفعنا للبحث عن الجواب الواحد أو الجواب الوحيد أو عن التشخيص البسيط الذي يوضح لنا كل ما نرغب معرفته عن المرض لكن الوضع لا يكون دائماً بهذه البساطة فقد يكون هناك الكثير من التلوث أو لخبطة في مجموعة الأعراض التي يذكرها لنا المريض بالتالي هو المريض الذي يذكر الأعراض والطبيب في هذه الحالة يشخص على حسب ما أو تكون تشخيص الأولاني على حسب ما يعطيه المريض من معلومات أو قد يكون بالواقع لديه حالة جديدة الطبيب يعني ممكن يكون عنده حالة جديدة إذا ضاعت أعراضها في خضم المؤشرات والأعراض التي لها علاقة بما يسمونها في المجتمع الطبي بالأعراض الحياتية يعني أشياء ممكن تكون طبيعية هو مع المرض الآخر الذي عنده يكون اختلط بالمعلومة نفسها أو أن يكون هناك تلوث خلفي للأعراض التي نشعر بها جميعا والكثير من المرضى لديهم أكثر من مرض مزمن بنفس الوقت ولذا فنحن عندما نبحث عن الجواب البسيط لهذه الأعراض فقد نقع ضحايا خطأ بالتشخيص في مواجهة تعقيدات أكبر بكثير فإذا القاعدة العامة التي نتخذها هي أن الواقع أكثر تعقيدا بكثير مما تعتقد أو تحب أن تعتقد ثم هناك أيضا رغبة أخرى لدينا بأن يكون هناك سبب لوجود الكون أو العالم نريد أن يكون للعالم معنا ولحياتنا معنا وتخطيط مسبق فهذه الرغبة ضرورية لأنها تعطينا الأحساس بأن هناك هدف لهذه الحياة وهذا سيعطينا الفلتر أو الطريقة التي تمكننا من فهم كل الأمور المعقدة التي تحدث حولنا والتي يكون بعضها جيد وبعضها سيء وبعضها الآخر حتى لا نفهم معنا لكن اعتقادنا بأن هناك معنى شامل لوجودنا يعطينا ذاك الإحساس الكبير بالراحة النفسية ولا نتقبل فكرة أن يكون الواقع أقرب لحقيقة أن الأشياء فقط تحدث هكذا وبدون سبب ثم هناك احتياج آخر له علاقة بهذا الاحتياج ليكون للكون معنا وهي الرغبة في الاعتقاد بأن المؤثرات والأحداث الكبيرة لابد أن يكون خلفها مسببات كبيرة فلا نقبل أن يكون هناك حوادث عظيمة كان مسببها أمر بريء وشيء تافل فعلى سبيل المثال فالكثيرين يعتقدونه حتى يومنا الحالي بأن الرئيس الكندي قد تم اغتياله بمؤامرة عظيمة قامت بها أحد مؤسسات الدولة أو قد تكون قوة تعمل مع الحكومة الأمريكية ومع أن السلطات قامت باعتقال القاتل لكن الناس لا زالت تستنكر فكرة أن يكون الحادث قد حدث من قبل شخص واحد قام بالعملية لوحده أو ما يسمى لون نوت تيوري أو نظرية الشخص الوحيد المجنون فهذا لا يبدو ممكناً بالنسبة لهم فكيف بإمكان شخص معتوه أن يقوموا بصورة فردية بعمل شيء له هذا الأثر العظيم على الأحداث العالمية لا بد أن يكون هناك سبب أكبر على نفس المستوى على نفس مستوى الحادث أي لا بد أن تكون هناك مؤامرة بحجم العواقف المترتبة على اختيار رئيس أمريكا السابق أحد الإحتياجات الأخرى أيضاً التي نحتاجها كبشر هو حاجتنا لإحترام الذات وهذا لا يعني فقط أن نشعر بالرضى عن أنفسنا بل أيضاً بأن نكون محترمين من قبل الآخرين في مجتمعاتنا المحلية وذلك له صلة كبيرة لحقيقة أننا وبصورة مكثفة حيوانات اجتماعية وأن الكثير من عواطفنا وأفكارنا تكون مرتبطة أو ردات فعل لتفاعلاتنا مع الآخرين في بيئتنا فنحن لا نحتاج فقط أن نشد انتباه الآخرين ونشعر بمحبتهم لكننا أيضاً نحتاج لتطوير مهارات اجتماعية متقدمة أحدها يكون بمراعاة إحساسنا بالقيمة الذاتية لأنفسنا وأعطاء صورة جيدة لإنعكاس نظرة الآخرين بمجتمعاتنا المحلية لنا وهذه الحاجة متعلقة وبصورة كبيرة بما يسميه ألماء النفس بالأنا أو الإيغو ومع أن بعض هذه الأنا تكون قابلة للتكيف لكنها مع ذلك تدفعنا لتفسير العالم بطريقة تكون ملائمة لغرورنا الذاتي أو تشعرنا أن كل ما في الكون يحوم حولنا علماء النفس بالعادة يسمون ذلك بالمسند الأساسي الخاطئ أو هذا هذا طبعاً ترجمتي هو fundamental attribution error والتي تعني بميلنا المستمر إلى البحث عن مسببات خارجية لتبرير تصرفاتنا الذاتية وعندما نفعل ذلك فنحن لا نقوم بجلد أنفسنا بل نكون جيدين جداً في اختراع منطق للطريقة التي نتصرف بها في سعي مننا لحماية احترامنا لذواتنا ومن ضمن الحاجة لإحترام الذات نحن نقوم أيضاً بأشياء لتجنب الإحراج الاجتماعي أو العار ومثال على ذلك عندما نحاول تجنب أن نبدو متناقضين في تصرفاتنا فنفعل كل ما بوسعنا لكي نجعل تصرفاتنا واعتقاداتنا الشخصية تبدو وكأنها متسقة ببعضها البعض أمام الآخرين لكنه بنفس الوقت لدينا مقاومة نفسية قوية للاعتراف بالخطأ أي أننا نكره الاعتراف بأننا على خطأ أو أن نعترف بأن لنا عيوب لأن ذلك يعتبر تهديد مباشر لحاجتنا باحترام ذواتنا واحترام الأنا وهنا يقول يقوم الكاتب بتزويدنا بمثال من صميم عمله كطبيب فيقول هناك عيادات بالصين وبأنحاء أخرى من العالم التي تقوم بتقديم علاج بالخلايا الجذعية لبعض المشاكل الطبية المستعصية مع أن التقنية غير ناضجة لحد الآن طبيا أي لم يتم احتمادها كعلاج شرعي بالمجتمع الطبي وفي أغلب الأحيان تكون نوعية هذه الأمراض مرتبطة بمشاكل بالجهاز العصبي أحد هذه الحالات المؤسفة كانت عندما سعت أحد السيدات للحصول على تقنية العلاج بالخلايا الجذعية لابنتها ذات الأربعة أعوام وكانت الطفلة تشتكي من فقد شديد بالبصر خضحت من أجل الاختبارات للعين من قبل مجموعة من أطباء العيون أجمعوا على عدم وجود علاج لها وعلي فقررت الأم أن تعرض ابنتها للعلاج بالخلايا الجذعية هذا مع العلم أن الأطباء كانوا قد حذروها بأن هذا العلاج ليس شرعي وأن هذه العيادات لا تعتمد على حلوم حقيقية وفي الغالب ستكون مثلها مثل غيرها ضحية للإحتيال الذي يمارسه هؤلاء لاستغلال يأس المرضى لكنها مع ذلك كانت مدفوعة للسعي في إيجاد أي طريقة ولو كانت وهمية لكي تعالج طفلتها وهذا دافع بالطبع مفهوم فمن منها لا يريد أن يتمسك بخيط للنجاة ولو كان خيط العقبوت على العموم قامت السيدة بما أملاه عليها عاطفتها الأمومية وعرضت طفلتها للعلاج باستخدام تقنية الخلايا الجذعية ودفعت لذلك أموال طائلة وعندما رجعت لطبيب العيون في أمريكا وتم عمل اختبارات النظر على ابنتها مرة أخرى وجدت طبيب بأن نتائج لم تتغير قيد أملة ومع أن كل الأدلة الموضوعية أكدت بأن العملية لم يكن لها أي تأثير على نظر البتاء ألا أن الأم أصرت بإقناع نفسها والآخرين بأن ابنتها صارت ترى الأشياء بصورة أفضل أي أن النظرها تحسن وفي سبيل ذلك قامت باستخدام كل ما تملك من انحياز تأكيدي وتصوري لكي تقنع نفسها أن قرارها لم يكن خاطئ وأنها لم تعرض ابنتها لعلاج غير ضروري أو ربما علاج خطر وأن ما بددته من الكثير من الموارد عندما قررت السير ضد نصيحة الأطباء كان بالفعل مجدي وكان دافعها للاعتقاد بأن جهودها لم تذهب سدى هو الدافع وراء اعتقادها بأن ابنتها تستطيع الرؤية على الرغم من كون كل الدلائل الموضوعية نافية لكونها تستطيع ذلك ثم يقدم الكاتب مثال آخر على رغبة البشر في عدم الاعتراف بأخطائهم من الأحداث التي حدثت حديثاً وبصورة نسبية في تاريخنا البشري ففي عام 2011 قام شخص كان قد كلف نفسه كواعد ديني ونبي اسمه هيرولد كامبين بعمل انهز به كل متابعينه فهذا الشخص قام بالتنبؤ ببشارة عودة المسيح في مايو من نفس العام وتنبأ بأن من يتبعونه سيتم انقاذهم ومن لا يتبع الطائفة المسيحية التي يتبعها هو سيكونون معرضين حرفياً للجحيم على وجه الأرض وفي الثاني من مايو عندما لم يأتي يوم الحساب تحير المؤمنون به من هول الصدمة ولم يفهموا كيف لهذا التنبؤ والذي كان مؤسساً مفصلة لنصوص بالكتاب المقدس وبعناية شديدة من قبل هيرولد كامبينج لم يتحقق وطبعاً كان ذلك في البداية لكنهم صرحان ما وجدوا مخرجاً لذلك كي يثبتوا أنهم لم يكونوا مخطئين وكان ذلك يعني أنت تتوقع مع شغلة مثل هذه أن الكثيرين سيفقدون إيمانهم لكن ذلك لم يحدث وكان ذلك باللجوء إلى تفسير بنطقي على الأقل لهم كي يقنعوا أنفسهم بذلك وكانت حجة هيرولد كامبينج أن نبوءة حدوث يوم الحساب بذاك اليوم بالفعل تحققت لكنه كان حدثاً روحانياً وليس فيزيائياً وعليه فلا يمكن أن يكون له تجسيد على أرض الواقع ولن تجد له دلاء المادية عليه وبهذا التفسير تمكن هو متابعي من المؤمنين من الحفاظ على إيمانهم من التزعزع في وجه أدلة سلبية مأساوية هذا مع العلم أن هذه الحادثة ليست استثنائية بل هذا ما يحدث بالواقع في كل مرة تخطئ التنبؤات ليس ذلك وحسب بل في كل مرة تخطئ التنبؤات يترسخ إيمان المؤمنون بالنبي والنبوة بصورة أقوى وهم دائماً سيجدون طريقة ما للقيام في إيجاد مخرج منطقي للخطأ ويدفعهم الإصرار على ذلك لزيادة جرعة القوة الإيمانية لديهم ما يحدث هو نابع جزئياً من حاجتنا البشرية في أن نبدو متوافقين مع أنفسنا نحن ما نناقض أنفسنا وهذا له علاقة بالحاجة البشرية للتقدير الاجتماعي فنحن نحاول تجنب نظرة الآخرين لنا وكأننا متناثين مع أنفسنا وكذلك ما يقوم البائعين باستغلال وكثيراً سوري ما يقوم البائعين باستغلال هذه الحاجة الإنسانية كي يقنعوك بشراء شيء قد لا تحتاجه بالفعل وقد يرمي لك أحدهم بطعم من شاكلة هذا السؤال مثلاً هل تعتقد أن منتجنا مفيد؟ أو هل بإمكانك شخصياً أن تجد فائدة في هذا المنتج؟ فإن اتفقت معه فستظهر وكأنك تدعم قيمته وستبدو متناقضاً إن لم تشتريه ولذا فأنت تحاول تجنب ذلك وهناك تكنيك آخر يجده البائعون ويسمونه إيصال البائع للاعتراض الأخير والعملية في منجملها تتلخص في أن يوصلك لقول يعني يتكلم معاك لحد ما يوصلك لقول أنك ممكن أن تشتريه لو لا وجود هذه المشكلة الصغيرة أو العائق الوحيد أمامك يعني مثلاً يمكن ما أقدر مثلاً أكثر من البوجت أو من ما أستطيع أن أتفعله فيقومون بعض الحلول لك وتسهيل إجراءاتك لحل الإشكالية أو إزالة الاعتراض الأخير فلا يبقى لديك خط دفاع عن قرارك بعدم شراء المنتج وإن كنت لازلت مصراً على عدم الشراء فسيكون منظرك مخجل والناس في العادة يفضلون شراء المنتج على المخاطرة في ظهورهم غير متوافقين مع أنفسهم أمام الآخرين أفوا والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف نفسر تأثير هذه الدوافع على أفكارنا وتصرفاتنا يقول الكاتب بأننا ممكن أن نقوم بتفسيرها من خلال مفهوم أو نظرية تسمى cognitive dissonance أو التنافر المعرفي فنظرية التنافر المعرفي هي نظرية أثبتت نجاحها خلال العقد الأخير في فروع علم التفكير والبحث النفسي وأعطت نموذج فعال وذو فائدة كبيرة فما هي هذه النظرية؟ بصورة أساسية ما يعني هذا المصطلح هو أنه عندما يكون لدينا اعتقادين قائمين بذاتهما وبذات الوقت متناقضين مع بعضهم البعض فهذا يحفز لدينا عواطف وأحاسيس متنافرة تجاههم مما يشعرنا بعدم الرضا عن أنفسنا وهذا يعطينا الدافع لحل هذا النزاع الداخلي ما كيف يكون ذلك؟ في البداية ربما نتجنب هذا التنافر المعرفي من خلال التجزية ما تعنيه التجزية أننا سنقوم بفصل الاعتقادات المتناقضة عن بعضها البعض فلا نحاول التفكير بها يعني مثل لما المؤمن يفكر في هو يشتغل في بيولوجي ويعرف عن نظرية التطور أو قد يعمل فيها أصلا بأحد تطبيقاتها وفي نفس الوقت يعتقد بأننا أتين من آدم وحواء هما فكرتين متناقضتين لكنه يحط صور بين هذه فإن هذا الاعتقادين فلا يحاول أن يتطرق لهما معا لكن عندما نقع تحت ضغط النزاع الداخلي سنجبر على إيجاد حل هذه المتناقضات بطريقة ما مثل لما سأله البوب طيب أنت شلون تعتقد بآدم وحواء وأنت تقول أن نظرية التطور النظرية تعترف بها أو احترفت بها الكنيسة الكاثولوجية قد يحدق للبعض أن الطريقة بسيطة فالمنطق يقول عنده تناقض يعني الحين إذا بقينا نحلها الاشكالية ممكن تكون الطريقة بسيطة يعني يقول المنطق لما عندك شغلتين يتناقضون مع بعض ستكون الطريقة الأفضل لحل النزاع بينهما هي أما أن نقوم بتحديث أحد هذه الاعتقادات أو كليهما فإن كان مخالفين لبعضهم البعض فلابد أن يكون أحدهما أو كليهما على خطأ وإذا وجدنا الخطأ وقمنا بتصحيه فهذا سيحل الإشكال وسلن يصبح لدينا تناثر معرفي وهذا صحيح لكنه بالعادة لا يحدث على أرض الواقع وما نقوم به بالفعل هو إيجاد حل منطقي حتى لو كان خادع نوهم به أنفسنا بأننا عقلنا الاعتقاد الذي نرغب بالتمسك به فنقوم بإعطاء التبريرات مثلا لتفسير تناقض اعتقاداتنا مع واقعنا ومثال على ذلك هو اللجوء إلى نظرية المؤامرة أو أن تؤكد أن أمر ما قد تحقق لكنه لم يكن جليا أو واضحا وقد ننشغل بعملية منطقية تسمى المرافعة الخاصة أو مغالطة المرافعة الخاصة حيث نقوم باختراع أسباب لحل النزاع الظاهر بين الاعتقادات المختلفة ولقد بيّنت التجارب بأن البشر بالحقيقة ممتازون في اختراع الأسباب ليبرروا اعتقاداتهم ثم ينتقل الكاتب إلى حاجة أخرى من حاجات البشر ألا وهي الأخلاقيات كثيرا ما نسمع عن أخلاقيات البشر فأحد العواطف التي نملكها كبشر هو الإحساس بالعدالة وهذا شيء متأصل في أدمغتنا أي ليس أمر مكتسب بالتعليم مثل ما يعتقد مثلا المؤمنون أن هذا نتعلمه من كتب المقدسة أو ممكن أن تقول أننا نملك إحساس داخلي بالعدالة وهذا موجود بالطبيعة فالتجارب العديدة للحيوانات في عالم الحيوان بيّن أن لديها إحساس داخلي بالعدل فعلى سبيل المثال هناك نوع من الطيور التي تقوم بالدفاع عن بعضها البعض عندما تواجه مفترس فإن رأى طير واحد أن هناك مفترس يقترب من منطقتها فسوف تقوم بتنبيه البقية من خلال عمل أصوات والتي تقوم بدورها بتنبيه الآخرين فتأتي مجامعها لحماية هذا الطير وهذه المنطقة ومع أن حجم هذه الطيور يكون صغير بالنسبة للمفترس لكنها بطيرانها في مجاميع ودفاعها الجماعي تستطيع الكثير من هذه الطيور أن تصد المفترس لكن لو أحد هذه الطيور لاحظوا لو أحد هذه الطيور بالمجموعة تخلفت أن المشاركة بالدفاع بعد سماعها تنبيه الطيور الأخرى فهذه الطيور لا تسارع لنجدتها عندما تقوم الأخيرة بطلب النجدة أي لا تستبدل العملية الدفاعية وهذا يبين أن هذه الطيور لها إحساس داخلي بمعاملة التبادل بالمثل أو بالعدالة ثم ينتقل الكاتب لنقاش المعضلة الأخلاقية طبعاً هذه إذا تشوفون أنتم ترجعون لليوتيوب هذه أحد الأمثلة هناك الكثير من الأمثلة وأشياء جداً جميلة أيضاً ستشوفونه مع اليوتيوب يبين كيف الحيوان له الإحساس بالعدالة ثم يقوم الكاتب لنقاش المعضلة الأخلاقية الكلاسيكية ليرينا كيف يعمل هذا الإحساس الداخلي السليقي من حيث تفكيرنا بالأخلاقيات والعدالة فيقول لنفسرض أنك كنت قائداً لقطار ولديك طبعاً هذا دائماً يعني دائماً اللي دارسين اقتصاد وللي دارسين علم نفس وللي دارسين يعني علم الاجتماع دائماً هذا المثال يعرفونه وسامعين فيه من قبل يقول المثال نفسرض أنك كنت قائد لقطار ولديك مفتاح كهربائي بإمكانك ممكن تغير فيه مسار سكة الحديد لمسار آخر وأنت السائق وبدينك التحكم وشفت ورأيت رجل واقف على السكة الحديدية أمامك التي يسير عليها الغطار لكن قبل الوصول إلى موقع هذا الشخص هناك تقاطع في السكة الحديدية لمسار آخر يعني تقدر أنك تستطيع أن تغير المسار فأنت لن تضرب هذا الشخص الذي يواقف أمامك لكن المشكلة أن المسار الآخر يقف عليه خمسة أشخاص فهل ستقوم باستخدام المفتاح لتغيير مسار القطار؟ إن كان تبكيرك كتبكير أغلب الناس فأنت لن تستخدم المفتاح لتغيير المسار وتفضل أن يموت شخص واحد بمقابل نجاة خمسة أشخاص طيب ماذا لو عكست الوضع؟ ماذا لو كان المسار الأصلي أمامه خمسة أشخاص؟ والجزء الثاني واحد فهل ستقوم باستخدام المفتاح الكهربائي لتغيير مسار القطار فيموت شخص واحد بمقابل الخمسة؟ لا شك فيه أنك ستكون من نوع ما مسؤول لموت تلك الشخص عندما تقرر استخدام المفتاح إذن أنت قتلته حتى لو كان بطريقة غير مباشرة لكن أيضاً تعلب أنك بالمقابل ستنقذ حياة خمسة أشخاص وأغلب الناس سيقومون باستخدام المفتاح وقتل الشخص واحد كي ينقذوا حياة خمسة والآن لنبدل السيناريو قليلاً لنفترض أن هناك خمسة أشخاص على سكة القطار الحديدية الرئيسية ولا توجد طريقة لتنبيههم بأن القطار متجه ناحيتهم أي لا توجد طريقة لإبعادهم عن السكة لنفترض أنه فيه شيء في السكة نفسه ماسك ريولهم أو ما يشوفون القطار أو أي شيء المهم أنهم ما يقدرون أنك لن تستطيع يعني تبعدهم عن السكة وأنت ترى ذلك من موقعك في مقدمة القطار ومعك شخص آخر وأنت تعلم أنك إن قمت برمي هذا الشخص على السكة أمام القطار فهذا سيحضر فواصل القطار لبريكات فيتوقف قبل أن يصل للأشخاص الخمسة فهل ستقوم برمي ذاك الشخص على السكة حتى تنقذ حياة الخمسة؟ أغلب الناس لن يفعلوا ذلك أليس ذلك غريبا؟ الناس سيقومون بتغيير المسار في السيناريو الأول لينقذوا خمسة مقابل واحد ولكنهم لن يرموا شخص واحد في السيناريو الثاني لينقذوا خمسة بالمقابل فهذا معنا العملية الحسابية هي نفسها نفسها في الحالتين وهي تضحية بشخص واحد في مقابل إنقاذ خمسة أشخاص فلماذا يحدث هذا التغيير في القرار يقول الكاتب أن البشر لديهم إحساسات وعواطف مختلفة حيال الوضعين حتى وإن كانت نتيجتهم النهائية واحدة فرمي شخص ما على السكة الحديدية يتطلب الكثير من النشاطات الجسدية والذهنية الداتية المباشرة حتى تكون قادرا على التسبب بموت شخص واحد ونحن عاطفيا ونفسيا لا نستطيع ذلك بينما الشعور المصاحب بالنهج غير المباشر بالتسبب بالقتل أي باستخدام المفتاح الكهربائي لتغيير المسار والذي سيتسبب بقتله وعلى الرغم من أنه شعور مؤسف لكن هذا الشعور ممكن أن تخطاه مع الزمن عكس الشعور المصاحب لرمي الشخص أمام القطار على سكة الحديد ولذلك نحن يكش بدننا يعني وعدى عن ذلك فلا يوجد تفسير منطقي غير أن هذا الشعور بكل بساطة مرتبط ومدفوع بتطورنا العاطفي لما هو مفهوم الفعل الصحيح وما هو مفهوم الفعل الخاطئ ثم يقوم الكاتب بتقديم مثال آخر عن احتياجاتنا على فكرة أمثلت كثيرة وهذا جداً اللي يعجبني فيه لأن هذا يخلي ليس جافاً المعلومة يخليها ليس جافاً لا ولكن قريبة إلى أنفسنا المثال الآخر عن الأخلاقيات هو مقتبس من كتاب سوبر سينس للبروفيسور في علم النفس بروس هود الذي يقول وبروس دائماً يقول يطرح في محاضراته هذا السؤال ليدرس ردة الفعل على طلابه والسؤال هو هل ستقوم بارتداء سترة قام سفاح شهير بارتدائها ليس هذا وحسب الأحياناً يقوم بتحدي من يقوم بلبس السترة عارضاً عليه مبلغ عشرين دولار هذا مع العلم بأن السترة نظيفة مئة في المئة وتم غسلها بالناشف يعني دراي كلين أي عشرين مرات أي لا يوجد عليها آثار دماء أو أي شيء من هذا القبيل من التي ممكن أن ينفر الناس منه هي مجرد سترة عادية لكن عيبها الوحيد هو معلومة أن سفاح شهير قام بارتدائها بالسابق يقول هود أن الكثيرين ممن عرض عليهم لبسها فرفضوا ذلك ولينفكر بهذا الأمر قليلاً هل ستقبل أنت أيها المشاهد أو تكون مرتاحاً بارتدائها إذا تم عرضها عليك إن قلت لا فلم لا؟ فهذه السترة مجرد قماش من الصوف أو القطن أو أي شيء مصنوع منه ولا يوجد ضرر مباشر أو غير مباشر من لبسها فلماذا نشعر بالإشمعزاز من لبسها؟ في الواقع كما يقول ستيفن نوفيلا أن هذا السبب أن هذا السبب راجع لإحساس آخر موجود بالطبيعة البشرية وهو الإحساس أو الشعور بالجوهر أنا بصراحة لم أجد الترجمة الحرفية لكلمة agency فحطيتها جوهر agency هي أكثر من جوهر هي الجوهر الحي الذي له كيان وله قيمة وله وعنده إدراك فتقبلوها مني كجوهر لأني لم أرى أي كلمة ثانية تعني agency فحتى الجماد نحن نسبغ عليه جوهر جوهر ما متعلق بتاريخه فهذه السطرة ليس كأي سطرة عادية في نظرنا وذلك لأنه في وقت ما بالماضي قام بارتدائها سفاح وهو بذلك يحمل روحا ملوثة حسب اعتقادنا ومع أننا عندما نراجع أنفسنا فأننا نعلم أن هذا الاعتقاد لا يعني شيء لكن مع ذلك لا يبدو لنا أن لبس السطرة عملا جيد وفي الحقيقة في المدلولات الخاصة بالروحانيات موجودة بأغلب الثقافات وقد يذهب هذا الإحساس الجدري بالجوهر إلى ما هو أبعد من الجماد فنحن نؤمن بالقوة الروحانية سميها ما شئت سواء الروحانية يعني اللي فيها روح سميها ما شئت سواء كان اسمها أنمز أو تشي أو برانا بالنهاية هي تمثل القوة حية بالنسبة لنا وهذه القوة الحية تفصلنا عن الأشياء غير الحية بل أننا بالحقيقة نميل إلى تصنيف الأشياء بأدمغتنا إلى الشيء الحي والشيء الغير حي ونقوم بمعالجة المعلومات الخاصة بالأشياء الحية بطريقة مختلفة عن الأشياء غير الحية فالأشياء الحية بالذات يتم معالجتها بالمراكز العاطفية من أدمغتنا بالمراكز القديمة وليس بالقشرة الدماغية فنعطي معنى وأحساس للأشياء التي نعتقد نعتقد أنها حية مش حتى يكون هي تكون صج حية نعتقد أنها حية بطرق لا نفعل عصبياً مع أشياء مثل الحجر مثلاً الذي هو جمال لكن المشكلة أن هذا التقسيم ليس مبني على كون الأشياء الحية أو غير الحية بل هي بين الأشياء التي كما ذكرت نعتقد أن لها كيان أو جوهر حي والأشياء التي نعتقد أنها لا جوهر لها وعندما نقول أن للأشياء جوهر فنحن نعني أنها تعمل وكأن لها خيارات ذاتية فبنطقياً نحن نعلم أن حركة فرع الشجرة في مهب الريح هي حركة للجماد صحيح أن الشجرة حية لكن هذا لا يعني أن لها حركة إرادية أمام الريح لكن إذا كانت الشجرة تتحرك ويصدر منها أصوات فنحن طبيعياً سنعتقد بأنه ربما يوجد حيوان مفترس خلفها أو ربما هناك شيء له جوهر حي يصدر هذه الحركة بإرادته وهذا هو السبب في كوننا نعطي معنى ونتعاطف مثلاً مع الشخصيات الكرتونية مع أننا نعلم أنها شخصيات غير حقيقية نحن ممكن أن نتأثر عاطفياً بصور متحركة ذات أبعاد ثنائية بالتلفاز لشخصيات كرتونية وذلك لأنها تتصرف وكأنها شخص وكأن لها جوهر مما يحفز لدينا كل العواطف المتأصلة تطورياً في أدمغتنا نحن أيضاً نملك الإحساس القوي بالخرافة وغالباً ما نعتقد بأن هناك أمور أكثر في العالم مما هو ظاهر بصورة مباشرة للعيان ومن بعد ذلك هو حاجتنا للإحساس بأن نكون متصرين بصورة ما مع بيئتنا وحاجتنا أن يكون هناك معنى وسبب للأشياء من حولنا وحاجتنا للبعد الأعمق في علاقات الأشياء في العالم من حولنا فالإحساس بهذا التواصل وبأن الأشياء من حولنا ليست بالبساطة التي نراها يشعرنا بالرضى بطريقة أو أخرى وهذا نجده كثيرا مثلا مع اللي يسمون نفسهم نيو ايج وورشيبرز اللي يعتقدون بوجود طاقة وهذه الطاقة تخرج من الإنسان إلى الكون ومن الكون لجميع الأشياء وأنه بطريقة تفكير معينة يستطيع أن يحرك الأشياء وهكذا وهذا الشعور قد يعزز لاحقا بالإنحياز التأكيدي أي أنك تكون عندك هذا الاعتقاد من قبل وتستطيع أن تراه بالكون حولك أي أننا سنقوم لا شعوريا بغربلة البيانات التي نستقبلها من الخارج في كل البيانات اللي قعنا نشوفها بالخارج نغربلها ونلتقط منها البيانات التي تبدو وكأنها توافق اعتقاداتنا الراسخة بالدماء وهذا ما سيقوم الكاتب بشرحه لاحقا أيضا بفصول أخرى عندما يتضرق للإنحيازات أتمنى يعني تكونوا تشوقتوا لأن يمكن قاعد تشوفون شنو الفصول الجاية ستكون عنه كل ما سبق له تأثير على تصرفاتنا وعلى الطريق التي تعمل بهذا وافعنا وعواطفنا وهي بالأغلب لا تكون منطقية وهذه هي المعضلة التي يواجهها علماء النفس من الذين يعملون في تحسين سلوك الأفراد في مجالات كثيرة فعلى سبيل المثال هناك حملات مثلا الخدمات العامة لمساعدة الناس أن لا تقوم بقيادة المركبات وهم سكارة مثلا فكيف يستطيع هؤلاء أن يقوموا بعملهم على أكمل وجه مع وجود كل هذه العيوب في الدماغ البشري الجواب المنطقي طبعا يقول اعطي الناس معلومات وإرشادات التي على أستاذها سيصلونهم ومن خلال منطقهم الذاتي إلى القرار الصحيح والتصرفات الصحيحة لكن البحوث بينت أن هذه الطريقة لم تكن يوما مجدية فللأسب الذي من كل الذي بعد كل الذي تم ذكره سابقا هناك صعوبة كبيرة في تغيير تصرفات الناس بسبب هذه الاحتياجة والعادات وعادات الناس عن طريق تقديم حجج عقلانية فالتصرفات يغلب عليها الاعتقادات والهواطف ومنهاج الخوف المباشر أو scared straight والذي تحويه هذه المعلومات أو الإرشادات تبين أنها ضعيفة جدا يعني ما تقدر تخوفهم من شغلة مثلا لما تحط على السقائر أن السقائر ممكن تعمل لك سرطان تعمل لك كذا تعمل لك كذا الناس رح تقراها ولن تأثروا فيها لكن ماذا يحدث لو قمت بدغدغة المشاعر وبصورة فردية لكل منهم مما لا شك فيها أنهم من الصعوب تجاه هذا التصرف وبصورة فردية لكل شخص تجاه هذا التصرف أو العادة بالنسبة للزقائر في أمريكا مثلا اللي عارفة أنا أنه لما تقول للناس مثلا لما تشوف أكثر الناس ما يدخنون وتحس أن الانفيرومنت نظيف ويصير فيها مثل شكل حياء يستحي الواحد أنه يذهب إلى مكان كلهم يدخنون فيه فهذا نجح بطريقة أفضل لا شك في أنه من الصعوبة ممكن أن تقوم بتغيير العادات القديمة للأفراد لكن إن قمت بإخضاعهم مثلا لضغوط مجتمعية مثل ما قلنا عن طريق الزقاير فهذا يطوع لديهم آلية تسمى سوشيال نورمينج أو التقييد بالقواعد العامة لو قلت لهم مثلا الأشخاص الآخرين الأسوياء مما يتحملوا المسؤولية لا يسوقون عندما يشربون الكحون فهذا له تأثير أكبر على تصرفاتهم من أن تقوم بعرض الأسباب التي من أجلها لا يجب أن يقود الشخص المركبة وهو سكران وهنا يقول الكاتب أنه يحب دائما أن يستخدم الأطفال كمثال للنفس البشرية فمن كان لديه أطفال أو إن كان عنده أولاد الأخ أو الأخت أو قضى بعض الوقت مع الأطفال فإنه لا شك سيلاحظ أن الأطفال لا يتقيدون بالسلوكيات الاجتماعية كما هم البالغين وذلك لأن أدمغتهم لم تتدور بالكامل وخصوصا الصدق الدماغي والذي هو الجزء الأحدث بالهرب التطوري للدماغ وعن طريقه نكتسب القدرة على أن نكون اجتماعيين ونحن نخطط نشاطاتنا وأن نرى أنفسنا من وجهة نظر الآخرين كلها عن طريق هذا القص الدماغي الأطفال لم تتطور لديهم بصورة كاملة هذا الجزء من الدماغ ولذلك فهم لديهم الكثير من الدوافع الأساسية اللي ذكرناها والعواطف مثل البالغين تماما لكنهم لا يملكون الفلتر الاجتماعي الذي نملكه نحن وعليه فدوافعهم تكون أكثر شفافية وهم نافذة ممتازة للعواطف البشرية والدوافع لأنهم لا يعرفون كيف يخبئونها البالغين أفضل في إخطاء العواطف والدوافع نحن أفضل في إضفاء صفة المنطق لما نريد أن نعتقد ونحن أفضل من يضع نسج اجتماعي محمود على تصرفاتنا لكن الدوافع النفسية خلف ذلك هي متماثلة تماما بيننا وبين الأطفال فنحن شرعيا نصل للنضوج عندما نكبر بالسن لكن احتياجاتنا الأساسية والتي ذكرناها بهذا الفصل تظل كما هي ومن سخرية الأقدار أن الأشخاص دوي المعدلات العالية من الذكاء قد لا يكونوا بالضرورة أفضل في اتخاذ القرارات لكنهم بالتأكيد أفضل من يضفي على قراراتهم الصفة المنطقية حتى لو لم تكن صائبة هذه جداً مهمة ونشوفها كثيراً بين الناس الموجودين بيننا نقول هو على هذا الذكاء لا أعرف كيف ممكن أن يعتقد بذلك مع أن ذكاءه يعني يبدو جيداً ويفهم يعني لا أعرف كيف يعتقد بهذا الاعتقال علماء النفس اليوم يحددون مجموعة منفصلة من المهارات الدماغية تسمى الذكاء العاطفي وهذا جداً مهم فكون الشخص عقلاني وذكي ومنطقي لا يكفي إذا لم يجتمع ذلك مع مجموعة الذكاء العاطفي والذكاء العاطفي يعني فهم العلاقات بين دوافعنا النفسية وعواطفنا وقراراتنا وسعينا لأن نزيل تنافراتنا المعرفية بالمنطقة فإن فهمنا هذه الأمور وفهمنا الأساس العاطفي المدفوعين من خلاله فذلك يعطينا القدرة على تخطي ما سماه الكاتب بدماغنا القردي لنعمل على مستويات أعلى بالدماغ من خلال التفكير النقدي بسبيل أن تكون قراراتنا وتصرفاتنا أفضل أو أكثر عقلانية أو بمعنى آخر وبصورة أساسية من وجهة النظر التشريح العصبي فنحن سنتمكن من استخدام الفصل الجبهي لعمل القرارات الجيدة أوضاً عن تبرير القرارات السيئة أو تبرير القرارات البدائية التي نكون مدفوعين عاطفياً لها وبالنهاية يرجع الكاتب لآرثر دويل تلك الشخصية الساحرة الأيقونية لشخص كان بمقدوره أن يفهم المنطق لدرجة كافية كي يقوم بتأليف شخصية هولبس والذي كانت بلا شك شخصية عقلانية تتميز بالتفكير النقدي ومع ذلك فهو اختار الخرافة والخيال في مقابل المنطق والعلم ربما لو كان قد فهم دوافعه أو كان قد طور ذكاؤه العاطفي بصورة أفضل نقول ربما كان بالإمكان أن يكون أقرب للشخصية التي اخترعها بشارلوك هولمز ولم يكن قد انخدع باحتيال كاتينجلي فيريس أو الوسطاء الروحانيين الذين كانوا بالأساس يستخدمون خدع سحرية للإحتيال على العموم فنحن جميعا نعيش بوهم أننا كائنات عقلانية نحب أن نعتقد بأننا منطقيين وهذا جزء من احتياجات ذا البشرية لكسب احترامنا لذواتنا لكن الحقيقة والواقع أكثر تعقيدا من ذلك بكثير شكرا لكم هذا كان الفصل الثاني شكرا لكم